ايام الاعياد في القرى وفي نشأة الدكتور محمد ابو هاشب اختلفت عن هذه الايام فضل الدكتور محمد ايضا ايه اللي بيحضر فضلتك من هذه الايام طبعا يعني الايام مفهوم العيد يعني نعم كنا نذهب من قبل العيد بايام يعني كانت الاحتفالات في القرى في ايام الاعياد تجد من اول زلحجة الاحتفالات لمن ذهب الحج يحتفلون به ولمن لم يذهب يحتفلون بهذه الايام من عشر الاول من زلحجة وايضا كانوا يحتفلون بالمولد النبو من بداية شهر ربيع الى ليلة اتناشر هذه كانت احتفالات في الارياف عندنا والاحتفال يكون طبعا ليلة العيد تقوم عمليات النظافة والاحتفال والتجهيز مكبرات الصوت وفرش الاماكن استعدادة للصلاة واستقبال الناس والضيافة تجهز وهذا كله ليلة العيد ثم يأتي العيد نقوم بالصلاة العيد وعندنا عادة عندما ننتهي من صلاة العيد نذهب الى المقامات عندنا في الساحة ونجلس بين المقامات ونقرأ صورة ياسين وصورة تبارك والإخلاص والمعاوزات وبعض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ هذا السواب لأهل هذه المقامات ثم نتناول الإفطار سويا ثم نخرج إلى الساحة لنستقبل الوفود التي تأتي مهنئة بالعيد طبعا في العيد الأكبر أو عيد الأضحى زمح الأضاحي تبارك تقص مختلفة يعني تنفيذ للشريعة في زمح الأضاحي في عيد الفطر يبقى الجلوس في استقبال الناس وفي عيد الأضحى زمح الأضاحي وزمح الأضاحي بيكون لها يعني فرحة لأنها حتى الأطفال يصبحون بعملية الزمح والتوزيع وتقسيم الأضاحي وتبص في زهنهم أو في سلوكهم عملية العطاء أنه يزبح ثم يوزع ويكون بتوزيع هذا ويكون سعيدا يعني تجد الطفل أو الصغير أو كده عندما يحمل احنا بنغرس فيه قيم مهمة عندما يحمل جزء من اللحم ويذهب به إلى جار أو إلى قريب أو إلى فقير يكون سعيدا بهذا العمل فهذه القيم ينشأ عليها الصغير لسه فضلتك حريصة على الذبح في القرية نعم طبعا أنا ما زلت سكني الأساسي في القرية وبيتي الأساسي في الساحة وإقامتي الأساسية في الساحة القاهرة للعمل والشغل ولكن الإقامة الأساسية والساحة ترجمة نانسي قنقر